عايز أخش بقى معاك يا كابتن في المعمعة يالله بين هارك من أهم المحترفين في تاريخ مصر يعني المسيرة مش عايز أقول نادي منهم بس يعني على رأسهم كايزر سلاوتن يعني كنا بنتباهى بكابتن هاني رمزي طول الوقت ربنا يا خليت ربنا يا خليت وحضرتك عملت فرقة مع كاس العالم للشباب مع ميروسلاو سكوب وبعدين كنت مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد لندن 12 ومنهم لعيبة كتير من اللي موجودين دلوقتي هاي هاخد ده على التوازي مع فكر كارلوس كيروش كارلوس كيروش واضح وصريح أنا باعتمد على المحترفين اللي بيلعبوا بره عشان دي دوريات فيها تنافسية عالية فالمحترف ليه الأولوية عن اللاعب اللي بيلعب في الدوري المصري هاخد بس نمازج قليلة من الدوري المصري عشان تكون موجودة مع المحترفين وكان لنا مثلا في عمر مرموش مثال وفي الجانب الآخر برضو حضرتك كان لك دوري يا كابتن مع محمد صلاح رأيك إيه بقى وانت من أهم المحترفين وكنت من الناس اللي بتختار اللاعبة الصغيرة في كارلوس كيروش وفكره أنه يعتمد بشكل أساسي على هؤلاء المحترفين طيب خلينا نتكلم الأول على موضوع المحترفين يعني الحمد لله أنا يمكن خرجت صغير كان عندي 20 سنة واضيت فترة طويلة الغاية دلوقتي خلينا نتكلم كل أمانة أن مصر على مستوى المحترفين لا ده مش قيمة مصر قيمة مصر أنها لازم يكون أعداد كبيرة جدا من المحترفين عندنا مواهب كتيرة جدا جدا عندنا بعض المشاكل في الترانسفير عندنا بعض المشاكل في استغناء الأندية عن اللاعبة أو ثقافة رؤساء الأندية أو الإدارات عندنا مشكلة في الحتة دي الاحتراف بشكل عام احتراف كاراكتر احتراف شخصية يعني لو أنت بتقول أن أنا الحمد لله يعني الناس بتقول أن أنا من أهم المحترفين في تاريخ مصر ده مش عشان أنا كنت أحسن واحد بالعب كور ده يمكن عشان الكاراكتر والشخصية والتأقلم سعيدني كتير جدا أن أنا أستمر فترات طويلة الاحتراف مش أنت بتتمرن 3-4 ساعات في اليوم وبتقضي حوالي 20 ساعة في المجتمع فلو ما كنتش أنت رابط نفسك كويس أو بالمجتمع بتتعلم لغة كويس بموضوع الديسبلين الالتزام الحاجات دي كلها أنا بنادي أن نبدأ نعلمها والولادنا في الناشئين لما يطلع بره ما يصطدمش بالجزئية دي فعايز أقولك أن الحياة الاحترافية حياة صعبة جدا مش حياة سهلة بتخلي الواحد يمكن بنشوف دلوقتي نماذج محمد صلاح أنا فيعتباري فالتة يعني صعب جدا أن محمد صلاح يتقرر خلال العشرين سنة اللي جاية لكن مش مستحيل وده مهم جدا أن كمان إحنا نعرف أن إحنا عندنا مواهب ولازم نشتغل على الجزئية دي بشكل جديد عشان كده صلاح طول الوقت لما بيتكلم بيتكلم على يعني زي ما بيقول هو كده المنتل باور أنه هو إزاي تستخدم مخك الموضوع ما هواش لعب حتى أنا برسل بسيناديوهات وأنا بلعب لأنه فيه أمثلة كتيرا على فكرة المحترفين وكان فعلا الموهوبين جدا ولما احترفوا بره ما شفناش استمرارية أو ما شفناش المستوى ده لأن زي ما بقولك هي عملية عملية الكراكتر نفسه عملية مختلفة تمامة من عن يمكن اللي كنا بنعيشه في مصر عملية الالتزام مهمة جدا عملية التأقلم عملية اللغة لازم تندمج دول مجتمع هل دي مهرات شخصية برضو يعني مرتبطة بالشخصية ولا ده مرتبط بالسيستم أو بالنظام اللي بيكون هنا موجود لللاعب من قبل حتى ما يبتدي يحترف هي جزئين جزء الأولاني اللي احنا لازم نأهل ولادنا على الجزئية ديت يعني حتى على مستوى الولاد الصغيرين بتكلم على عندهم 11, 12, 13 سنة لازم نحط البيزيك ده لازم نحط عندهم الثقافة ديت لازم ثقافة الالتزام ثقافة حتى القرط القدم والمعد عن التعصب بشكل أو بآخر الانتماء للنادي وللبلد بشكل كبير جدا